السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي On Time Sports في كل مكان وحالة جديدة من ملعب On Time معتمد جمال بيقدم أوراق اعتماده لقلب جمهور النادي الزمالك معتمد جمال الحقيقة أخذ العلامة الكاملة من ساعة ما تولى بغض النظر عن الأداء أفضل شيء مش أفضل شيء فيه أفضل من كده عايزين كورة حلوة عايزين كورة ممتعة عايزين أي حاجة كويسة كل الكلام ده كويس ولكن أي فريق بيعاني من مشاكل أو أزمات أهم حاجة أن أنت ترجع تكسب أهم حاجة النهاردة الثلاث نقاط هو ده النهاردة الموضوع وهو ده النهاردة اللي قدر الزمالك أنه هو ياخده من المباراة كلمة السر النهاردة في اللي حاصل لنادي الزمالك هو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد واحد عاب يتفرج على التلفزيون يقولي طب هو حضرتك مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد عمل إيه؟ فتح القيد جاب صفقات جابه كورسيان وإحنا مش أخدين بالنا يعني أنت طالع بتقول أن هم يعني سبب الحالة دي الناس دي عملت إيه؟ عشان حضرتك تطلع تقول أن النهاردة سر فوقان فريق نادي الزمالك سر فوقان فريق نادي الزمالك هو مجلس إدارة نادي الزمالك أقول لكم حاجة بسيطة جداً الزمالك ما فتحش القيد ولا جاب صفقات ولا جاب لعبة جديدة ولا كل الكلام ده حصل ولا في صفقات جديدة دخلت ولا حاجة خالص قال له طب بيكسب إزاي؟ سألتش نفسك؟ يعني حضرتكم أنت بتتفرج على دلوقتي أنت ما سألتش نفسك الزمالك بيكسب إزاي؟ الزمالك بيكسب لبعض العناصر البسيطة جداً بعض العناصر البسيطة وأنا ما قلت لكم هنا أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع احتفاظ بالألقاب قال لي معتم الجمال هو اللي مكمل هو اللي حيكمل لنهاية الموسم حنديله ثقة الناس قلت لك يا حمم أنت بتهزر هو بيشتغلك حلم الاتنين ولكن هو الراجل طلع على حق ليه؟ الزمالك جاب مجلس إدارة الزمالك جاب معتم الجمال ومجلس إدارة جاب معتم الجمال بانتخابه من داخل الفريق دي كيميا دي لغة جديدة دي أيوة أيوة استطلاع رأي الفريق كان فيه ضغط من لعبة نادي الزمالك إن معتم الجمال يبقى فيه عقد يبقى موجود لأنه هو قدر يفك الفيونكات بتاعة فرقة نادي الزمالك رقم واحد رقم اتنين ابتدوا وخلصوا فلوس اللعيبة قبل فك القيد وقبل السفقات يعني ما قالوش خليه كنتوا كده إحنا راحين نجيب سفقات ونفرتك الفلوس بره اللعيبة مش هتحرك لك لها مش هتحرك دخلوا وقالولهم بصوا إحنا ثقاتنا فيكو كبيرة قوي إحنا معتمدين عليكو بشكل كبير مش هنجيب سفقات إنتوا اللي موجودين ومش مهم مش مهم مش مهم نفتح القيد إنتوا اللي مكملين معنا التالتة التالتة قرار فتوح وصبحي والزناري اللي حيطلع دماغه هتطلع رقابته إذن عندك روح عندك التزام عندك مستحقات بالية بتتدفع عندك جمهور عظيم في ظهرك كل سنة وإنت طيب الزمالك دلوقتي شغال بالروح المعنوية إذن اللعيبة دي كان عندها بس هي ما كانتش قادرة تطلع نفسيا مش متقبلة الفكرة إما فكوا قصة نفسية المكانة طلعت قماش القرارات دي كلها قرارات مجلس إدارة والحقيقة نجح فيها معتمة جمال كسب الرهان جمهور نادي الزمالك في ظهر اللعيبة خلاص الفرقة فايقة وبتكسب ده الجمهور العظيم وده حق مجلس دارة الزمالك ياخدوا ودي الكلمة اللي جاية المعتمد جمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر